بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يكافئ نعمة ويوافي مزيدة وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم عليه اللهم صلي صلاة تامة وسلم سلاماً كاملاً على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار سيرهم ليوم الدين أحبابنا حياكم الله وبارك فيكم وتقبل منا وملكم صالح الأعمال وجعل أعمالنا وإياكم مخلصة لوجهه الكريم أهلاً بكم أيها الكرام ولقاء متجدد في رحاب تناسق الدرر لأن اليوم موعد مع آية من كتاب الله تعالى وهي الآية الثانية والعشرون من صورة نبي الله هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم هذه الآية وهي قول الله لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون تشابه آية من صورة النحل وهي الآية التاسعة بعد المائة من قول الله سبحانه وتعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لاحظ أنه هناك تغاير في اللفظ الذي وصف به أهل النار يوم القيامة فجاء في الآية الأولى على صيغة التفضيل الأخسرون وفي الآية الثانية على وزن اسم الفاعل الخاسرون وسبب هذا التغاير راجع إلى أمرين الأمر الأول هؤلاء الذين تحدث الله سبحانه وتعالى عن حالهم في الآخرة سبق أن تحدث عنهم في السياق فقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذب أولئك يورضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين ظلموا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون هذه الآيات تحدث أن هؤلاء القوم من أصحاب النار هم ممن ضلوا وأضلوا ضلوا أي ضلوا عن الإيمان بالله وعن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأضلوا الناس كذلك فاستحقوا أن يضاعف لهم العذاب قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما ظنك بهؤلاء الذين ظلوا وأضلوا وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم سيضاعف لهم العذاب يوم القيامة ما ظنك بهؤلاء الناس في النار هل في النار من هو أخسر منهم لما استحقوا المضاعفة بالعذاب وصفوا لزاما بأنهم أخسروا سكان النار لذلك قال الله في شأنهم لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون أي أخسروا الناس يوم القيامة لأنهم استحقوا مضاعفة العذاب بإضلالهم للناس كذلك الأخسرون لاحظ وزنها وفواصل الآيتين السابقتين والفاصلة نقصد بها رأس الآية يعني آخر لفظة في الآية وآخر لفظة في الآية السابقة والتي قبلها يبصرون ويفترون يبصرون يفترون أخسرون على نفس الوزن وأقصد الوزن العروضي لا الصرفي لذلك جاءت هذه اللفظة الأخسرون على صفقة التفضيل مناسبة للوزن العروضي والجرسي الذي حصل في الفاصلة هذه الفاصلة والتي سبقتها والتي سبقتها ثلاث آيات متواصلات بفواصل لهن نفس الجرسي والإقاع هذا هو النسق التي سارت عليه الآيات في صورة هود وأما موضع صورة النحل فإن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الكافرين فقال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طابع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لاحظ أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن ضلالهم ولم يتحدث عن إضلالهم ولذلك ليس في الآيات موجب لمضاعفة العذاب لذلك قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسميهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون أي من جملة من خسر يوم القيامة لكنه ليس بأخسر الناس لأنه لم يستحق مضاعفة العذاب وإنما استحق العذاب دون مضاعفته كذلك فواصل الآيتين السابقتين الكافرين والغافلون لاحظ غافلون كافرين الوزن الصرفي والعروضي يوافق الخاسرون أو الخاسرين لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون يوافق في ذلك ما سارت عليه هذه الآية إذن هذا اللفظ الذي ختم به ربنا سبحانه وتعالى هذه الآية وهو الخاسرون يوافق ما سرده الله سبحانه وتعالى من حال أولئك الضلال الذين استحقوا الخسران لكنهم لم يستحقوا مضاعفة العذاب فهم من الخاسرين لكنهم ليسوا بأخسر الناس كذلك الوزن العروضي والصرفي الذي سارت عليه الفاصلتان السابقتان لهذه الفاصلة توافقان بذلك ما ختمت به هذه الآية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة